هذا مو خرجت كمكالمات هاتفية فيما بعد ويبدو أنه أراد أن يعود وقيل له لا مشتوى تسجيلات بي بي سي تسجيلات التي خرجت من بي بي سي هذه السنة وأنا سمعت التسجيلات بطبيعة الحال كل ما يمكن أن أقولها أن الصوت صوت الرئيس فقط معنى ليس فيها تركيب حسب تعتقد أنه لم يكن بالإمكان لم يكن بالإمكان أن يكون ذلك مقبولا بالنسبة إلى التونسين أو إلى النظام الحالي إذا ما قدمت ضمانات وتعهدات بعد ممارسة العمل السياسي لا كان هناك أناس يرفضون عودته بأي صفة من الصفات أصحاب التوجهات الإسلامية النهضة مش كانت عادة متشددين من أصناف مختلفة حتى اليسار كل الأممات السياسية ربما حتى من عمل معه ولكن التحق بالنظام الجديد ربما سيكون متضررا من عودته إذا عادة لا أظن إلى هذه الدرجة ولكن موضوعه ليس متروح رحمه الله ولكن المتروح هو أنه عندما ننظر إلى نقل جثمان من يتجرأ باش يقول نقل جثمان من البقيعة تخرجه من ذلك المكان المقدس عند المسلمين مش متروحة يعني حتى عند العائلة باعتقادك عند العائلة رأيت ناجمة تقول لك أنا هذا لا ننقشه ولا معنى لنقاشه لكن المعنى أنه إعادة الاعتبار لرئيس سابق وتذكار له في بلاده هذا هو المطلوب بعدين الجثمان ونقله للعائلة كلمته كلمتها وللظروف كذا مش هذا الموضوع موضوعنا هو أن بن علي طوال 23 سنة من الحكم بحكوماته بالكفاءات التي كانت من حوله بالسياسات التي اعتمدها كانت تونس تعيش يوميا حياتها اليومية ما نحكيه لا على الحريات وعلى التعددية وعلى الانتخابات وعلى الاشتحب لكن كانوا يعيشوا خير في ظروف عيسر ما يعانيه الأسرة التونسية اليوم ما يعانيه المواطن التونسي اليوم اقتصاديا توقف الاستثمارات نسبة المدينية التي تتفعت إلى السماء ومنين جاء هذا يقول جاء من هكذا المرحلة متاع الشيطان وهو عمل وهو سرق وهو كسر وهو كذا وهناك القضاء وقلت منذ حين أنني أثق في العدالة التونسية لأن ما زال فيها رجالا يؤتمنون على حقوق الناس رغم الكثير من الانتقادات حول حكم العائلة كما كان يسمى حول التقييد الأمني حول التعذيب وإلى ما هناك ترجمة نانسي قنقر